شوف كل اللي قاعد يصير عندنا بالفن اشتهادات شخصية مزيل حال حال الرياضة كل شيء اشتهاد شخصي قاعد يصير ماكو شيء انت تقول انا فنان شنو شنو وشي سولف لك يبيلك عمي موساعتين يبيلك حلقات وين الخلل الخلل فيكم انتو فنانين في المنتجين في المنصات اللي تنقل الاعمال وين وين مو الخلل فين نحن ليش يعني انتو الزينين مو زين مو بسط انا زين ولا انا مو زين انا بالبيت قاعد ممثل حلو ايبك انت من اليبك المنتج لا مو المنتج المخرج شايفك بدور معين ايبك صح ايه المخرج ايب المنتج ايه ايه عروس تبيل الفلوس ايه ايه شذي الموضوع صار عندنا وايد في محسوبيات صار عندنا وايد في مثلا ايه شلالية وايد صار عندنا فرق منو شلتكت ما عندي شلال انا اشتغل مع الكل الحمدالله والله ما عندي شلال هذي زينة ولا شينة لا زينة ليش ايه ايه زين انت تقولي ايش حق انا محسوب على فلان وما اشتغل مع فلان والناس ما يبونك عشان انت تشتغل مع فلان فهمش نقصد؟ فليش يشتغل مع الكل؟ هاي مشكلتنا بالرياضة عندنا شلالية وعندنا قروبات وعندنا فا ما ينفع ببطت مع قروب واقف شون يعني قروب واقف؟ يعني قروب ما فج أنا مع الكل اشتغل ما عندي سالفة هذا قروب وهذا شلالية شون اللي معاجبك؟ هذا اللي معاجبني اللي قاعد يصير الشلالية هذه اللي قاعد يصير بس أنت تقول مو معقولة مو معقولة أنا شوف مثلا مسلسل رمضان هالسنة مثلا موجود مايك وفهد والدكتور شهاب بهالمسلسل 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 ليش لأنه محسوبين على المنتج الفلاني محسوبين على المخرج الفلاني ما يصير فأنا كمشاهد أضيع أشوف فهد هنا يدور شايب هنا يدور مدمن مثلا ما يصير لا تتوهني انت عطني انت دور حلو وتركوا عنكم سالفت هذا محسوب على هذا وأنا ما أمثل اللي يب معاي ممثل فلاني أنا بتقولي أوقع يقولي الدكتور حسين المشيمي يعني ما يركب عليه الدور كيفكم